من تعاني من تجاعد خطوط بالبشرة اليوم إن شاء الله سوف نعتني بالبشرة وكذلك سوف نتخلص من الشوائب وكذلك الجذور الحرة باستخدام الموز الموز معالج ويخفي التجاعد بالخصوص التي تكون بعد الثلاثينات فإذا كنتم يعني في هذه المرحلة العمرية فلا داعي للقلق فتمرت التوم فهي تمر السحرية ستمنحكم بشرة خالية من التجاعد وكذلك بشرة مشدودة كما أن الموز يعطي تفتيح أيضا يعالج أو يحارب ظهور علامة الشيخوخ المبكرة على البشرة وكذلك يصف فيها بالخصوص إذا قمنا بدمجه مع هذه المكونات التي سوف نضيفها هي كذلك مكونات طبيعية من مطبخكم ستعطيكم نتائج رائعة إذن بداية حبيباتي أتمنى منكم الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء إذن سنتعرف على أول وصفة إذن سنحتاج هنا لقطعة من الموز الموز متوفر في كل بيت غني جدا بفيتامينات معادن مفيدة سواء لصحة الجسم أو حتى كذلك لصحة البشرة نقوم هكذا بتقطيعه إلى قطع تكون صغيرة قطع عشوائية بعد ذلك من الأحسن أن تأخذوا شوكة حتى نقوم بهرس الموز ونتحصل على كريمة كريمة الموز نقوم بالضغط جيدا وصفات الموز حبيباتي من الأحسن أن تقوموا باستخدامها بشكل يومي تحمي حتى كذلك البشرة من التجاعد المتقبلية يعني بالنسبة لوصفات الموز يمكن لأي فئة عمرية استخدامها لبشرتها للحماية لأن دائما كوقاية الوقاية خير من العلاج إذا قمنا العناية ببشرتنا في وقت مبكر سوف لن تتعرض بعد ذلك البشرة إلى التجاعد لذلك من الأحسن أن تقوموا بالاهتمام ببشرتكم بشكل يومي كروتين يومي حتى تبقى البشرة شابة خالية من أي شوائب هكذا نقوم بالضغط جيدا كتلة سنأخذ هنا إناء مناسب بالنسبة للوصفة الأولى سنحتاج لكميا من مهروز أو كريمة الموز هذه الكيميا كافية جدا سواء لبشرة الوجغ أو حتى كذلك لبشرة الرقبة سنضيف مكون رائع ممتاز جدا جدا وهو الشوفان الشوفان أو ما يعرف بالخرطال يمكنكم أخذه تقومون بطحنه وغربلته سأضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة وكذلك سأضيف العسل الطبيعي بدون السكر وبدون نكهة العسل كذلك هو مضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة سأضيف تقريبا هنا مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل ونبدأ نخلط نحرك المكونات جيدا الموز حبيباته هو من الفواكه الفعالة لإخفاء تجاعد الوجه كونه يحتوي على فيتامين ألف فيتامين كذلك باء وأيضا فيتامين أي كذلك المعادن مثل البوتاسيوم والزنك والحديد كل هذه يعني المعادن وكذلك الفيتامينات فعالة من الحد من ظهور التجاعد أو الخطوط أو حتى البقع والتصبغات لذلك حبيباتي استفيدوا من فوائد الموز للتخلص من التجاعد وذلك سواء بتناوله أو حتى كذلك بتطبيقه باستخدامه في المسكات الطبيعية كما تلاحظون نخلط المكونات حتى يكون القوام بهذا الشكل بطبيعة الحال بالنسبة لي هنا الشوفان يعتبر كمقشر يعني يعمل على إزالة وتقشير الخلايا يزيل الخلايا الميتة يرطب لنا البشرة كذلك على بشرة دائما نظيفة قموا بغسل بشرتكم بماء فاتر حتى تتفتح المسامات ونستفيد بشكل رائع نبدأ بتوزيع هذا القناع بهذا الشكل بنسبة لوصفات الموز ضروري أن تقوموا بتطبيقها على منطقة تحت العينين لمن لديها تجاعد تحت العينين حول الفم استفيدوا من مزايا الموز غني جدا بفيتامين ها الذي يحارب شيخوخة البشرة وكذلك فيتامين با وأيضا حتى فيتامين سيموفيد جدا جدا وأيضا ضروري من أن نقوم بعلاج التجاعد من الداخل مثل شرب كميات وفيرة من الماء كذلك شرب عصير البقدونس أو عصير أيضا الكرفس كلها مكونات ممتازة جدا تجعل البشرة دائما شابة لأنها تعمل هذه العصائر على إخراج السموم التي تكون في الجسم وكذلك تحارب الجذور الحرة التي تؤدي بشيخوخة البشرة وكذلك تقل جسم من السرطانات لذلك يجب أن نعتني ببشرتنا بالأكل كذلك الجيد وأيضا بالاعتماد على المكونات الطبيعية في إدخالها في الوصفات الطبيعية التي تكون منزلية 100% إذن كان هذا يعني هذه هي الوصفة أو القناع الأول سنمر الآن إلى التعرف على القناع الثاني بالنسبة للقناع الثاني سنحتاج فيه كذلك لمهروس أو كريمة الموز سأشارك معكم طريقتين أنتم اختاروا أي طريقة حسب المكونات المتوفرة لديكم سأضيف هنا مكون أيضا مرتب معالج للبشرة الجافة وهو الدقيق الأبيض دقيق المخبوزات وكذلك الحلويات سأضيف أيضا اليوغورت الطبيعي أو ما يعرف بالزبادي بدون سكر وبدون مكا هنا لمن تكون بشرتها يعني جافة جدا جدا أنصحكم باستخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويفضل لو كان زيت الزيتون يعني بكر أي خالي من الأملاح أو من بعض الإضافات وضعنا هنا كل المكونات مع بعض سوف نبدأ في الخلط ندمج المكونات جيدا زيت الزيتون كذلك من أروع ما يكون في ترطب البشرة يجعلها رطبة أيضا يحميها من الجفاف كما أنه يعالج لان التجاعد والخطوط هو مكون طبيعي معروف منذ القدم على أنه يحارب التجاعد المبكرة يحارب الخطوط يجعل البشرة تكون مرنة نخلط جيدا إلى غاية ما نحصل على قوام بهذا الشكل دائما بالنسبة للموز يعتبر كبوتوكس طبيعي يستخدم بكترة في علاج التجاعد وجفاف البشرة والعناية كذلك ببشرتكم هنا لمن بشرتها تكون دهنية يمكنكم إضافة بضع قطرات فقط من عصير الليمون الحمد لأنه يحتوي على فيتامين سي فيتامين سي كذلك مفيد لبشرتنا سنأخذ من هذا القناع كذلك دائما على بشرة نضيفة نضيف دائما البشرة وذلك بغتلها بماء يكون دافئ حتى تتفتح المثامات نجفف بعدها البشرة ونبدأ بتوزيع هذا الماسك دائما على كامل بشرة الرقبة كذلك بشرة الوجه كذلك منطقة تحت العينين لمن تعاني من التجاعد التي تكون تحت العينين وزعوا هذه الماسكات واتركوها تقريبا مدة نصف ساعة ما بين 20 دقيقة إلى يعني 30 دقيقة هذه المدة كافية حتى تتشرب لنا البشرة وتستفيد بشكل كبير هنا ضروري من أن تقوموا بالمداومة على إحدى هذه الوصفات بشكل يومي أنا شاركت معكم وصفتين كما تلاحظون أنتم يمكنكم أن تقوموا بالمداومة أخذ أي وصفة من بين هذه الوصفات وداوموا عليها حبيباتي بشكل يومي ستعطيكم نتائج رائعة بالنسبة لأول ملاحظة ستلاحظونها هي أنها ستترك لكم ترطيب في البشرة تجعل البشرة نائمة منذ أول استعمال يعني بعدما تقومون بإزالة إحدى هذه الوصفات تتلاحظون رطوبة ونعومة ببشرتكم كذلك مع الاستمرار عليها مدة أسبوع ستعطيكم تفتيح وتبيض للبشرة تزيل الشحوب تزيل كذلك بهتان يعني الجلد أيضا أما إذا دومتم واستمريتم تقريبا مدة 15 يوما بهذه الطريقة سوف تختفي التجاعد بالخصوص تلك التي تكون يعني رقيقة في بدايتها وصفات الموز هي من أروع ما يكون حبيباتي للاعتناء ببشرتنا وكذلك للحفاظ على مرونة البشرة اعتمدوا على مكون الموز دائما المكونات الطبيعية تفيد البشرة وليس لها أي أطار جانبية كان حبيباتي هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بطبيعة الحال أتمنى منكم أن لا تنسوا الضغط على زر لايك أيضا لا تنسوا أن تتركوا لأراءكم وتعليقاتكم الرائعة دائما دائما أيضا إذا كنتم من الزوار الجدود اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس هكذا حتى يصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله سنلتقي في فيديو آخر جديد ودمتم في أمان الله